بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم جميعا طلاب وطالبات السنة التحضرية جامعة طيبة الطيبة إن شاء الله بإذن الله بنبدأ سويا معا دراسة مقرر الرياضيات 101 ليكم جميعا إن شاء الله مقرر الرياضيات في هذا الفصل الدراسي أو مقرر الرياضيات 101 بينقسم إلى 7 شابتر الشابتر الأول يعتبر أساسيات للمادة أساسيات للمادة عشان كده عنوانه إيه Review of Basic Concepts يعني إيه مراجعة نقاط أساسية أو مواضيع أساسية موجودة خدناها قبل كده كتير في المراحل السابقة ولكن إحنا هنا بنأكد عليها مرة أخرى بلغة جديدة وكمان مهمة جدا جدا في المادة كأساسيات ومهمة جدا جدا كمان في الاختبارات هنتكلم في الشابتر الأول في 6 نقاط النقطة الأولى 6 6 اللي هي المجموعات والنقطة الثانية Rail Numbers الأعداد الحقيقية وخواصها خواص الأعداد الحقيقية وبعد كده البلونوميالز اللي هي كثيرات الحدود Factoring البلونوميال اللي هو تحليل المقدار اللي هو كثير الحدود وبعدين Rational Expressions اللي هي القصور القصور اللي زي نص وثلاثة على أربعة وخمسة على ثمانية وهكذا هذه كلها اسمها Rational Expressions تعبيرات كسرية وطبعا هنأخذ العمليات فيها الجامع والطرح وغيره وأخيرا Rational Exponents يعني إيه Rational Exponents أسس كسرية يعني مثلا X أس نص أو X أس ثلاثة على اتنين أو X أس ثلاثة على أربعة هذا الأس اسمه Exponent كسري هذا عبارة عن كسر ثلاثة على أربعة عشان كده قلنا عليه Rational Rational Exponent ده كده عبارة عن نظرة عامة على ما سندرسه إن شاء الله في الشابطر الأول هنبدأ إن شاء الله نأخذ حاجة بسيطة في الشابطر الأول وهو النقطة الأولى وهو Sets الستس هذي هنأخذ فيها موضعين أساسيين جدا وهم الوحيدين اللي نقودهم في الستس يبقى الستس اللي هي يا جماعة الستس اللي هي المجموعات ستس اللي هي المجموعات هنأخذ إيه فيها Basic Definitions يعني إيه Basic Definitions Definitions تعريفات و Basic أساسية هنأخذ تعريفات أساسية لجميع عناصر الستس وبعد ما نعرف كل عناصر الستس هنأخذ الـ Operations الـ Operations اللي هي العمليات العمليات اللي هي إيه اللي هي التقاطع والاتحاد والفرق والمكملة الـ Component المكملة سواء كان لـ A أو B ممكن نرمز لها بالرمز A-Short أو A-C A-Complement كله ده هندرسه في الـ Operations Operations On Sets يعني العمليات على المجموعات طيب بسم الله أول حاجة Basic Definitions Basic Definitions اللي هي تعريفات أساسية طبعا أول تعريف المفروض يقابلنا والمفروض نتكلم عنه هو تعريف الست يعني مجموعة مجموعة يعني مجموعة مجموعة يعني تجمع من الأشياء المجموعة هي تجمع من الأشياء والأشياء المعروفة المحددة والمعينة والمعلومة كاملة the objects that belong to sets يعني الobjects اللي هي تابعة السيتس هذي بتسمى elements عناصر او members اعضاء يعني مثلا على سبيل المثال لو انا قلت المجموعة ايه خلي بالك يرمز للمجموعة برمز كابتن المجموعة ايه بتساوي واحد واربعة والثلاثة والثمانية هذه ست عبارة عن تجمع من الاشياء وتجمع من الارقام العدد واحد العدد اربعة العدد ثلاثة العدد تمانية بنلاحظ ايه في المجموعة نلاحظ ما يالي ستس لابد ان يكون القوس بتاعها بالشكل ده القوس الستس كده خلي بالك اهو احفظوا شكله هزا قوس المجموعة لان فيه قوس تاني اسم قوس الانترفال هناخده بعد كده ده قوس المجموعة حاجة تاني رمز الست بيكون حرف كابتل اني ست هز نيم اي كابتل بي كابتل او سي كابتل او اس كابتل او 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 اي حرف كابتل والالليمنتس العناصر اللي هي جوه ست سمول لو هي حروف لو هي حروف بتبقى سمول على سبيل المثال على سبيل المثال اس كابتل هذا يرمز لمجموعة بتسوي ايه بتسوي العناصر واحد واثنين وثلاثة وكمان القوس شوهوا القوس شكله ازاي اهو او عند ست تانية عبارة عن اي بي سي ممكن اعمل حروف كتيرة ممكن الست بي عبارة عن عن اسماء يعني ممكن اقول المجموعة ايه بتسوي محمد واحمد وعلي وبندر هذه المجموعة بتاعتي يبقى محمد واحمد وعلي وبندر هم دول الكليكشن التجمع من الاشياء من الاشخاص يبقى اقدر اقول كده يبقى اهم حاجة عندي الرمز كابيتل والقوس بهذا الشكل ايه تاني هنا مهم جدا نعرف في الست ان الوردر اللي هو الترتيب مش امبورتنت خالص يعني مش مهم يعني انا لما جا كتب الست واحد اتنين تلاتة او اتنين واحد تلاتة او تلاتة واحد اتنين خلي بالكم الترتيب الترتيب مش نفسه بس عادي هو نفس الشيء الست الاولى هي نفس الثالثة لان هي نفس العناصر لما اقول هنا محمد واحمد وعلي هي نفس الشيء ما لدي له مشاكلة لخالص سؤال اثنين وانا بكتب الست ما ينفعش ابدا ان نعمل ربيت لأي element ما ينفعش ابدا نعمل تكرار لأي عنصر اطلاقا يعني مثلا الست الاولى دي بيقول لي واحد وواحد واثنين وثلاثة كده غلط ايه الغلط اللي فيه ان احنا كررنا عدد ما ينفعش التكرار ابدا لو انا عندي عددين موجودين في الكون اكتب واحد بس فيهم يبقى هنا واحد اتنين تلاتة تقول لي مثلا لو عندي هنا فرضين واحد اسمه محمد واحدتين اسمه محمد اكتب محمد واحدة ايوة اكتب محمد واحدة بس ما كتبش محمد ايه محمد واحدة او ممكن اكتبقى محمد واحد ومحمد اثنين عشان اميزهم لبعض محمد واحد اصبح اسمه ايه اسمه محمد واحد والتاني محمد اثنين اذا اصبح ده غير ده ده عنصر غير العنصر ده خالص ده عضو غير العضو ده خالص ده اسمه محمد واحد اسمه كده محمد واحد وده اسمه محمد اثنين يبقى انا كده ما كررتش لو كتبت محمد واحد ومحمد اثنين يبقى ما كررتش إنما لو كتبت محمد ومحمد يبقى كده غلط لأن التقرار ممنوع يبقى أهم أهم الأشياء اللي احنا عرفناها من هذا السلايد أول حاجة الست تجمع من الأشياء تاني حاجة أن العناصر اللي بتنتمي للمجموعة اسمها element يعني محمد ومحمد وعلي وأحمد وبندر دول كده اسمهم elements أو اسمهم members أعضاء الأعداد الموجودة داخل الست اسمها element أو member الست يرمز له برامز capital وما بداخله اسمه إذا كانت حروف لا يمكن التقرار تقرار غلط عدم الترتيب ما فيش مشكلة فيه يعني مثلا هكتب كده خلي بالكم المجموعة ايه بتساوي خلي بالك القوص لازم يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة أو هكتب مجموعة تانية بي بتساوي بي سي دي ايه اكتب بجموعة تالتة سي بتساوي محمد أحمد علي هكتب هنا محمد واحد واكتب تاني كده محمد اتنين خلي بالكم ده محمد واحد وده محمد اتنين مش متشابهين ده حاجة وده حاجة ده عنصر وده عنصر ده مختلف عن ده يعني كده ما عملت اشتكرار طيب لما اكتب كلمة قبل 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 معروفة كلمة قبل يعني ايه يعني تفاحة كلمة قبل يقول لي ايه بقى عبر عن حروف كلمة قبل بمجموعة يبقى انا هرمز للمجموعة بالرمز كابيتل اي ان كان وليكن مثلا هسميها بي او اس او اي حاجة القوس بالشكل ده وبعدين ايه بقى اكتب الحرف جوه الحرف الاول بي ايه ايه واللي بعده بي واللي بعده بي تقول لي لا مش اكتبها ليه عشان التكرار ممنوع ممتاز وبعدين ال وبعدين ايه خلصنا كده رعينا كل الموجود طب لو انا كتبتها بالشكل ده خلي بالك هكتبها كده اهو هبدأ الاول بي وبعدين بي وبعدين ايه وبعدين ال صح عادي دي صح ودي صح رتبت او ما رتبت مفيش مشكلة المهم ما يبقاش فيه تكرار كمان الرمز هنا يبقى كابيتل الاقواس بس تبقى معروفة ومحددة القوص ده هو ده رمز المجموعة باية حاجة واحدة بسيطة ونقفل الفيديو وكونوا فيديوها كلها فيديوها صغيرة وبسيطة ان شاء الله الرمز هذا الرمز اسمه belong to belong to معناها ينتمي ينتمي الى والرمز التاني هو زيه بس على شرطة معناها not belong to don't belong to يعني لا ينتمي الى يعني ايه ينتمي ولا ينتمي كلمة belong to يعني العنصر ده موجود في المجموعة ولا مش موجود في المجموعة ده معناه يعني مثلا هذه المجموعة عبارة عن واحد واثنين وثلاثة واربعة فانا هقول كده اربعة belong to sd او واحد برضو belong to او اتنين برضو belong to او تلاتة belong to اذا كلمة belong to اكتبها اذا كان العنصر الذي قبلها او العدد الذي قبلها يوجد في المجموعة هذه التي بعدها اعملها belong to يعني مثلا هنا برضو عندي sit عبارة عن a b c a b c طيب هنا موجود A وهنا بيقول لي هل belong to هذه sit نعم belong belong to يعني ينتمي الى او يتبع او يوجد يبقى ايه يوجد هنا توجد فيها ممكن اكتب بيه برضو صح وممكن اكتب c صح طيب تعال هنا لو انا كتبت هنا فوق خمسة خمسة هل الخمسة belong to الارقام دي طبعا لا او يتبقى او يتبقى لا توجد او يتبقى لا توجد يعني لا تنتمي الى الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة يعني واحد اثنين تلاثة اربعة فيهم خمسة لا مفيش خمسة اذا الخمسة don't belong to طب الحرف A و B و C هذه الحروف التلاثة هل فيهم K لا هل فيهم E لا هل فيهم D لا عشان كده اي حجم اللي انا قلته ده معناها ايه معناها not belong to يعني لا تنتمي الى not belong to لا تنتمي الى اذا كده قلنا belong to يعني ايه و not belong to يعني ايه نكمل ان شاء الله مواضعنا في المقاطع القادمة باذن الله